السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم ابسط لنا من الخير ما يغنينا ويسعدنا يا الله اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك وهب لنا غنى لا يضينا وصحة لا تلهينا واجعل آخر كلامنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اليوم توقعتنا ليوم الجمعة 14 نيسان إبريل طبعا القمر الآن موعد بث الحلقة القمر موجود في برج الجدي اللي هو مساء يوم الخميس ورح ينتقل للدلو بعد ساعات ليش أنا ذكرت هذا الموضوع؟ لأنه إحنا في فترة خلو مصر القمر الآن موجود في برج الجدي زي ما حكينا ما زال لآخر ساعات وعليها بده ينتقل لبرج الدلو القمر الآن موجود في منزلة سعد السعود وهي منزلة لتوطيد العلاقات والحرية والربح والتفريق ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 11 و7 دقائق من ظهر اليوم الجمعة لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة سعد الأخبية وهي منزلة للحماية والضرر والظفر والعقد طبعا زي ما حكينا أنه القمر موجود لغاية الساعة 8 و41 دقيقة من مساء اليوم الخميس بتوقيت جرينيتش في برج الجدي بعدها القمر بده ينتقل لبرج الدلو يعني طيلة اليوم رح يكون في برج الدلو ولكن القمر الآن في فترة خلو مصار مستمرة لغاية هذا الوقت من مساء اليوم الخميس بعدها بيكون انتهى خلو المصار ولكن فترة خلو المصار فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المصار القمر زي ما حكينا أغلب اليوم رح يكون في برج الدلو أو طيلة اليوم رح يكون في برج الدلو عشان هيك بنشعر أنه بحاجة ماسل للتغيير فالروتين هو عدو هاي الوضعية من كون ودودين أكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب في الانضمام لنادي أو مجموعة من الرفاق وتجربة أسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي أكثر من أنه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة وإدخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة الشعر مثلا أو شراء أجهزة إلكترونية أو تجربة طعام جديد ولكن زي ما حكينا أنه مش في فترة خلو المسار الزاوية اللي رح تتشكل برضو بعد الانتقال المباشرة واللي هي رح تستمر تأثيراتها من الآن ولغاية ساعات صباح يوم الجمعة هي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة طبعا بتمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للإبداع بتدل على تحولات إيجابية في الرأي العام بخصوص مكانة المرأة وهي فترة مناسبة لتطوير الصناعات الغذائية وتغيير آلاتها ومعداتها أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين بلوتو وهاي طبعا ذكرناها يوم أمس بدأت تأثيراتها وهي مستمرة بتأثيراتها لغاية يوم 28 أربعة طبعا بثور أعمال عنف ومواجهات إلها علاقة بالنيران والمعادن وبتعزز التسلط عند البعض وبيحاولوا فرض سيطرتهم على الآخرين تضع عقبات في طريق نجاحنا وبتسببنا أعدوات خفية كما بتزيد من حدة شهوانيتنا الخاطئة وبتضر بالصحة وممكن في هاي الفترة اللي بيعانوا من أمراض خطيرة أو أمراض عادية إنهم يعاني يصير فيه وقت أطول لعملية العلاج بتدل على وجود مؤامرات ضد حكومة ما سواء داخلية أو خارجية وقيام الحكومة بالتعبئة ضد بعض الجماعات الإرهابية اللي بتحاول زعزعة الأمن والاستقرار احتمال وقوح حوادث كحرائق ظواهر طبيعية كالزلازل أو البراكين أو التعرية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية رح تكون بين الشمس وبين المشتري وهاي طبعا تأثيراتها مستمرة لغاية يوم 17-4 هاي زاوية بتدفع بحضوضنا بصورة عامة بتقوي إرادتنا بتمنحنا ثقة بالنفس التسامح من لحسن التصرف برضو بتجلبنا نوع من أنواع الاتصالات أو الحظ بالاتصالات النجاح برضو بكون حليفنا بالفترة هاي إمكانية أنه يكون لنا دور اجتماعي مهم برضو ممكن بتحقق لنا برضو في حياتنا المهنية والمادية شكل إيجابي بتربطنا علاقات مهمة ونافعة أما بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكل اليوم فعنا أول زاوية زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين الزهرة وهي رح تكون ذروتها ساعة 22-23 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج يعني تأثيرها من منتصف الليل ولغاية ساعات العصر تقريبا أو للظهر بعد الظهر بقليل هاي زاوية بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطائهم وإبداعهم بتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا بإنه نعيش أوقات ممتحة جدا بتدل على ميل الرأي العام للمواضيع الفنية والترفيهية والتسلية وبتنعم النساء باستقرار وتوازن نفسي كما بتشهد هاي الفترة بعض المؤسسات المالية أو بعض القطاعات كالنسيج والتجميل رواج أكبر ومداخيل أكثر خلال هذه الأيام أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية بطيئة هي زاوية التربيع سلبية كنا ننبه منها من العيام الماضية اللي هي ما بين الزهرة وما بين زحل اليوم ذروتها طبعا الساعة أربعة وثمانية وثلاثين دقيقة عصرا وهذه الزاوية مستمرة بتأثيراتها لغاية يوم واحد وعشرين أربعة هي من سبعة أربعة موجودة ولكن مستمرة لواحد وعشرين أربعة اليوم ذروتها بسبب هذه الزاوية بتنقطع العلاقات العاطفية الضعيفة إلى غير الرجعة وبتزيد من غيرتنا وحبنا للتملك وميلنا للاكتئاب والنزاعات مع محيطنا بتدل على تراجع في المنتجات الفلاحية والمنتوج مؤسسات الدولة والصناعات الثقيلة والصناع الحرفية بسبب الإهمال والتكاسل اللي بيغلب على موظفي هذه القطاعات وبتقلل من عطاهم بعض المؤسسات المالية زي البنوك بتعرف اضطراب في المداخل بسبب سوء التدبير والتبذير وممكن يعانوا اللي بيشتغلوا في المجال الفني من كسادة أو قلة المبيعات وبتقل الحفلات والسهرات بسبب ميل الناس أكثر للتحفظ وبتزيد التزام الناس وتقيدهم بالتقاليد والأعراف الاجتماعية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين عطارد وهاي راح تكون ذروتها ساعة سبعة أو خمسة عشر دقيقة مساء بتوقيت جرينج يعني من ساعات العصر تقريبا يعني نقدر نقول ما قبل العصر بقليل ولغاية ما بعد منتصف الليل فترة حامية جدا بتكون بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لطائل منها وبتجعلهم مزاجية طباع هاي الزاوية مصدر للتوتر خصوصا إذا كان الشخص متعب من زيادة يعني تعب نفسي أو تعب بالعمل أو امور هاي فهدولا بكونوا متوترين جدا وقابلين للانفجار في أي ضغط برضو هاي بتعمل احتمال تعرض للحوادث اللي لها علاقة بالاتصالات والمواصلات أو بالسير تحديدا أو أثناء الحركة وبرضو في هاي الفترة لا نحسن التحكم في أفكارنا وكلامنا وذاكرتنا أيضا فسهل جدا ننعصب ونفقد السيطرة بتدل على تسليط وسائل الإعلام الضوء على انتهاكات أو تعرض للمرأة في المجتمع أو توجيه انتقادات لأساليب التدريس والتعليم وضعية المدرسين الأساتذي الصحفيين وممكن توجيه الصحافة لانتقاد لوزارة النقل بسبب تزايد نسبة الحوادث أو توجيه انتقادات أو محاسبة بعض الصحفيين يعني الأمر إلو بالصحافة وإلو بالأمور اللي إلها علاقها بالتنقلات أو بالاتصالات أو بالمواصلات طيب مختصر إنه في زوايا إيجابية يعني بتعزز بعض الأمور اللي فيها حضوض ولكن للأشخاص اللي بيضبطوا أعصابهم وبيتمالكوا نفسهم وبيجتهدوا أما الأشخاص اللي عندهم ضغط عاطفي أو ضغط نفسي هدوا لعرضة للعصبية وللتهور وللقرارات المتسرعة جدا بهذا اليوم وخصوصا من ساعات ما بعد الظهر ما بنصح بعملية التسرع وأخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة السيارة أو أثناء تنقلاتكم أو أثناء حركتكم ما في داعي للتهور والمغامرة بتلاحظوا أنه في ازدحامات بالطرق وازدحامات بالأماكن العامة أعطال كثيرة بتصير بالأمور اللي إلها علاقة بالسيارات بشكل مفاجئ أو بالأجهزة الإلكترونية فعشان هيك حتى بأمور الحوار والنقاش بنكون حادين فابدكوا تضبطوا أعصابكوا من كل ما ذكرنا أما بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا خلال هذا اليوم الأكثر حساسية فعنا بطة الساق الكاحل الساق وتر العرقوب وعضلات الساعد وهرمونات الغد الدراقية بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية ما في أي مشاكل وهذا اليوم من الأيام المميزة لعمليات التجميل الحقن الجراحة والأمور الأخرى ويصلح أيضا لإزالة الشعر الزائد بالليزر أو بالوسائل الأخرى يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا لأمور اللي إلها علاقة بالحنة ولكنه ما زال الوقت لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الدلو طلت اليوم ويوم السبت فخلو المسار القادم رح يكون يوم السبت 15 أربع بيبدأ في تمام الساعة 3 و15 دقيقة عصرا بتوقيت جرينج وبيستمر حتى تمام الساعة 10 و56 دقيقة مساء بتوقيت جرينج لينتقل القمر ويستقر بعدها في برج الحوت أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره 24 يوم طبعا الساعة 12 منتصف الليل بصير نسبة الإضاءة 33% بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم 20 أربعة سعيد بنسبة 60% طيلة اليوم القمر في الدلو حتى يوم 15 أربعة الآن هو سعيد بنسبة 45% لغاية ساعات الصباح بعدين بصير سعيد بنسبة 15% في ساعات الظهر بصير منتحس بنسبة 10% بتبدأ مرحلة الانتحاس بسبب الزاوية الي مع عطارد وفي ساعات المساء بصير منتحس بنسبة 40% عطارد في الثور حتى يوم 21 أربعة منتحس بنسبة 10% الزهرة في الجوزاء حتى يوم 7 خمسة منتحس بنسبة 10% المريخ في السرطان حتى يوم 21 خمسة سعيد بنسبة 45% المشتري في الحمل حتى يوم 16 خمسة سعيد بنسبة 15% زحل في الحوت حتى يوم 17 ستة سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم 29 ثمانية سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 30 ستة سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلو حتى يوم 30 أربعة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص اليوم ممكن يتلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة أو يسعدوا من لقاء بعض الأصدقاء اطلبوا المساعدة وما تترددوا بتقديم المساعدة بدوركم في نوع من أنواع التحالف مع الزملاء مع الأصدقاء مع الجيران أهم شيء أنه ما تبقوا وحدين وحاولوا أن تخرجوا للقاء الناس ولكن المهم ضبط الأعصاب برج الثور بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم شيء أنه قدموا أفضل ما عندكم خصوصا أثناء تعاملكم مع المسؤولين عنكم لعلكوا تحققوا إنجاز أو تحرزوا تقدموا وفاجئ ممكن تظهر بعض المتاعب العائلية أو الشخصية المطلوب إنك إنك تكون على قدر المسؤولية فترة صعبة فعشان هيك ما في داعي للمغامرات أو المجازفات أو التهور برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا تنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة ممكن تشاركوا في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ابتلتقي بوجوه وأراء وثقافات مختلفة أجواء لطيفة بتحيط بحياتك حتى على المستوى العاطفي وهذا شيء جميل بإمكانك أنك تعزز أيضا العلاقات الاجتماعية والعائلية فالفترة مثمرة على جميع الأصعدة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو من تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ما بيناسبكم إطالة الخلاف ولا الزعل بل سار على تقريب وجهة النظر باستطاعتكم إدارة المفاوضات بشكل جيد ولبق ممكن تناقشوا موضوع بيتعلق بإرث أو موضوع مالي أو حقوق لإلكم بتحاولوا أنك تحصلوها ولكن في اهتمام على المستوى العائلي برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم بترغبوا في تدعيم شراكاتكم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني أهم شيء أنه اليوم حاولوا أنكم ما تنفعلوا حاولوا الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعكم التوتر ولا الجدال علجوا التطورات بموضوعية وأعصاب باردة ما تتسرعوا باتخاذ القرارات اليوم فيه شوية تقلب بالمزاج عندكم فأي شخص بيستفزكم ممكن تثوروا ثورة عارمة من الغضب عشان هيك ضبط الأعصاب اليوم مطلوب برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بيبدأ العمل بتراكم لديكم تدريجيا حاولوا أنكم تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك انتمهوا لغذاءكم راحتكم لا تسمحوا للواجبات بالتزام ولا بالتراكم كنوا أكثر تنظيما أحسنوا إدارة الوقت تتجنبوا إثارة العدوات وإهمال وضعكم الصحي وحاولوا أنكم تأخذوا قصة من الراحة من وقت لآخر وكونوا عند حسن الظن برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وقضاء وقت ممتع معاهم ويعتبر هذا اليوم يوم إيجابي ومثمر بتستعيد شراقتك وبتسحر الكثيرين بحضورك الباهر الجو مناسب لتلبية الدعوات وأيضا ممارسة هواي ما وامور إلها علاقة بالتجميل باستطاعتك المبادرة فالظروف ملائمة للمغازلة والمصالحة ولتكرار المحاولات أيضا برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بتحتل الأمور البيتية والعائلية القصة الأكبر من تفكيركم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تضطر للاهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها أهم شيء أنه ما تفقدوا الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلقوا بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية أو مساريف إضافية ولكن هو فيه ضغط عن المستوى العائلة ومستوى البيت وأحداث ممكن تكون مربكة شوي بتتطلب منك العقلانية برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات منكم أشخاص اليوم ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتتمتعوا بسرعة بديهة وخاطر وباستطاعتكم مناقشة الأمور الصعبة وطرح الأفكار الجديدة ممكن تحصلوا على فرصة جديدة لتفسير مشاعركم أو تبرير مواقفكم أو إقناع طرف آخر بوجهة نظركم وبتنشطوا بالتنقلات والاتصالات ولكن بدكوا تنتبهوا أثناء حركتكم وأثناء قيادتكم للسيارة برج الجديد بالنسبة لليوم طبعا بيفتح لكم مجال لا فرصة لمكسب مالي هذا المكسب بيجي من عمل إضافي مع هيك بدكوا تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لسيما شراء حاجية ثمينة أو المغامرات المالية علجوا الاستحقاقات المالية بعقل وتروي ما تتسرعوا بتوظيف الأموال بل دققوا بالتفاصيل بتطمئن خواطركم نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم بتبدأوا فترة أفضل من الأيام الماضية بتعيدلكم نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة الدعم من مركزكم الإجتماعي اليوم بيحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليكم التحلي بالحكمة وواقعية الأمور بتشتد عزيمتكم وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وممكن تحقق نجاح باهر برج الحود بالنسبة لموليد برج الحود طبعا القمر استقر الآن في بيت متاعبكم فعشان هيك بسيطر التعب عليكم اليوم حاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير ممكن تتدمر من تأخير أو سوى تفاهم أو التباس فحاضروا من البدء بأي شيء جديد ولا تسمحوا للقلق بأنه يسيطر عليكم ويمنعكم من العمل والنشاط نظموا أموركم ضاعفوا مجهودكم وما تعتمدوا على أي وعد بيقطعه شخص للكم خلال هذا اليوم طيب إلي فترة أنا ما قلت يكون أحطوا لايك ولا الكلام اللي كنت أحطوا ولكن لو لاحظتوا بتلاهوا أنه نسبة التفاعل على القناة نزل شوي يعني النشاط اللي بتذكروش بطلوا يذكروا من مرة فحبيت إني أذكركم يا ريت لايك ديس لايك كومنت يعني هاي الأشياء هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة